اهلا ازايكم معينا النهاردة وصفتين جديد في القلية الهوائية كتير جدا منكم طلبون مني البنية في القلية الهوائية وازاي يطلع مظبوط ما ارمش من بره وطري وجوسي جدا من جوه ازاي نظبط التسوية بتاعته لو اول مرة تشوفوني انا شايماء صغير ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم الوصفة التانية اللي هتكون معينا في الفيديو النهاردة هي وصفة البصل المقرمش بتاع الكشري اكلات كتير جير الكشري بنستخدم فيها البصل المقرمش ده زي الرز البخاري ووصفات تانية البصل ده في القلية بيطلع مظبوط جدا لو عملتوه بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي انا هبدأ بالبصل الاول ان انا هسخن القلية على حرارة 200 اعلى درجة حرارة زي ما احنا تعودنا مع بعض ان احنا قبل اي اكلة هنحطها في القلية هنسخن القلية الاول هقطع البصل شرايح المفروض تكون شرايح على قد ما قدر قد بعضها نفس السمك عشان ياخدوا نفس التسوية بلاش ان يكون في قطع تخينة وقطع رفيع انا استخدمت النهاردة المندولين بتاعت ايكيا واستخدمت السمك رقم اتنين السمك رقم اتنين بيطلع لي السمك اللي انتو شايفينه ده مظبوط جدا ممكن تستخدمه تلاتة كمان بس واحد هيبقى رفعية قوي والبديل للمندولين دي المبشرة العادية جدا اللي بنستخدمها في البيت او كمان انتو ممكن تستخدموا السلاح بتاعت تقطيع بتاع الكيتشن ماشين لو متوفر عندكم اي قطع تخينة بقى زي من كده زي من انتو شايفين جات مني بالغلط قعدت في الاخر مش بستخدمها معايا لان دي هتكون في التسوية بتاعتها مش مظبوطة هبدأ ان انا افرفط البصل زي من انتو شايفين كله مش هخلي البصل يبقى ماسك في بعضه وده هيساعد ان البصل يبقى مفرفر كده ويقرمش وياخد تسوية واحدة برضه غير لما اسيبه كله جوا بعضه الكمية دي تقريبا كانت حوالي 3 بصلات متوسطة خدت مني معلقة كبيرة زيت هبدأ دلوقتي بقى ان انا احط البصل على ورقة الزبدة والقلية سخنة زي ما احنا اتفقنا وان انا ابدأ اوزعه كده يعني ما خلهوش متكون في مكان واحد بصوا حتة البصل التخينة دي ما استخدمتهاش برضه ولو انتو مش حابين تستخدموا ورقة زبدة في الوصفة دي مش مشكلة مش لازم تستخدموا ورقة الزبدة هبدأ بقى ان انا نزل الحرارة البصل من الحاجات اللي انا مش بسويها على حرارة عالية عكس وصفات كتير انا بستخدمها بستخدمها على الحرارة العالية بس الوصفة دي بالاخص محتاجة حرارة قليلة عشان البصل ياخد وقته في التسوية واول وقت انا هسيبه كده على 175 وبعد 6 دقايق هبص عليه بصوا لو اخدتوا بالكوا كده في حابة منه بدأوا ياخدوا لون شوية والبقين دخلوا في السوى فانا هفرفتهم برضو وهوزعهم كويس قوي وهقلبهم حلو جدا وبعد كده هقلل الحرارة هزود الوقت الاول لان الاربع دقايق دول مش هيكفوا معايا فهزود الوقت هرجعوا تاني الوقت البرنامج ال 15 دقيقة وهقلل الحرارة 150 انا في الاول هنا هو نسيت اقلل الحرارة كملتها على 175 بس بعد كده اخدت بالي وقللت الحرارة لما بفتح اقلب ووقفل اخدت بالي ان انا المفروض اقلل الحرارة كنت نسيت الخطوة دي ممكن كمان ان انتو تقللوا الحرارة 140 يعني مش ضروري 150 هياخد معاك وقت حاجة بسيطة كده هو شوية بس هيطلع حيديكم النتيجة حلوة جدا زي ما انتو شايفين البصل متفرفت خالص مقرمش جدا وبجد بيبقى طعمه حلو ولا ممرر ولا اي حاجة لو انتو قلقانين من موضوع الوقت ممكن ان انتو في الوقت اللي هو بيستوي فيه بتعملوا حاجة تانية في الكشرين مش هتفضلوا مستنيين هندخل دلوقتي على الوصفة بتاعت الباني بسوا الخلطة دي هي من دوبيلا بديلة للفيجيتور والسبيسي اللي هي الخلطات اللي زي كده بس دي انا مش بحب استخدم منها كتير لان هي بتكون نعمة جدا وبتكون زي الدقيق فبتخلي الباني ياخد وقت في التسوية انا بفضل اكتر الخلطات اللي زي دي زي 5 minutes وحلو الشام بس هو انا المرة دي اضطرت اجيب ده لان ما كانش فيه منها غير الحار وانا كنت عايز اعمل بالانس فعشان كده جبت بتاعت دوبيلا التدبيلة بقى بتاعت الفريخ نفسها انا كنت عاملاها معكم في فيديو قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعه هيظهر لكم فوق دلوقتي وكمان هسيبهه صندوق الوصف اهم حاجة بس في التدبيلة ان انتو لو قدرتوا تعملوها قبلها بساعتين قبلها بيوم هيبقى حلو قويا كل ما الفريخ بتقعد في التدبيلة اكتر ده بيخليها يعني تبقى اسهل في التسوية خاصة ان التدبيلة بيكون فيها لمون وحاجات بتخلي تسوية الفريخ يعني اسرع وكمان بتحافظ على التراب بتاعتها فالتدبيلة دي حتى ممكن تعتمدوها في وصفات تانية مش البني بس هستخدم بقى الخليط ده اللي هو عبارة عن بطين وشوية لبن وعصرة لمون ملح وفلفل بديل للخلطة اللي انا عملتها للبني في الوصفة اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعها لان الوصفة التانية دي بستخدمها مع القلي في الزيت بس بما اني هقلي في القلية فاستخدمت البيض واللبن لان هو ده اللي بينفع مع القلية كمان الخلطة دي انا عملتها من اللي هو 5 مانتس اللي انا ورته لكم معاه شوية من الخليط البارد بتاع دبيلة وشوية بقسمات بسيطة عشان توازن اللون وما تخليش ان الفريخ تاخد معايا وقت طويل اوي في القلية لو انا هستخدم الخليط بتاع 5 مانتس بس او حلو الشام بس ساعتها انا مش هحتاج البقسمات ولا هحتاج الخليط بتاع دبيلة انا بس بقول لكم يعني ازاي بتصرف لو ما لقيتش الحاجة اللي انا عايزها بعد ما باخد من التدبيلة بحطه في خليط البيض واللبن معلش الكلب مستقصدني بقى وانا بسجل وبعد كده ببدأ ان انا احط الخليط بتاع الدقيقة عليها واسبته كويس اوي بايدي واضغط عليه كده هو عشان خاطر ما تطلعش منها وهبدأ ان انا بعد كده رصهم في حاجة جميلة انا بحب اوي البني يكون متجمد يعني لما اجي استخدمه بحب اتب الكمية واشيلها في الفريزر تتجمد وبعد كده ابدأ ان انا اطلع منها للتسوية كده بتديني افضل نتيجة وانتو يعني لما هتجربوا ان انتو تستخدمها وهي مش متجمدة وتستخدمها وهي متجمدة هتحسوا بالفرق اكيد اهم حاجة لما اجي اجهزة للتجميد ان انا بفردها على سيرفيس او طبق وابدأ احط بين الطبقات كده اكيس اكيس تلاجة مفتوحة عادية واحط ارس قطع الفراخ واستنيها لما تتجمد خالص بعد كده اشيلها اما اشيلها في علبة اما زي ما انتو هتشوفو في الفيديو بتاع تدبيلت الفراخ اللي هو بالمناسبة فيه وصفات كتير مش البني بس يعني في كذا تدبيلة للفراخ وتجهيزات ان انتو تشيلوا الفراخ في الفريزر تفرزها على التسوية تكون جاهزة على التسوية اما بشيلها في علبة زي كده او لو مش عايزة حاجة تاخد مكان بشيلها في كيس من الاكيس بتاع التلاجة اللي هي بتسحب منها الهواء بتبقى محكمة الغلق المهم في كل الاحوال ان تكون القطع مفصولة من بعضها زي ما انتو شايفين حيث ان انا عايزة ااخد قطعة بس زي ايام المدارس كده عايزة ااخد قطعة هعملها في لانش بوكس او حد هيكل كده وحد هيكل حاجة تاني بسحب عدد القطع زي ما انا عايزة فكل قطع قطعة كل طبقتين لازم بافصل بينهم زي ما قلت لكم بالاكيس زي ما انتو شفتوا دلوقتي بقى هبدأ ان انا ارش الزيت انا دلوقتي البخيخة دي طريقة من طرق الرش الزيت عليها ان انا بستخدم بخيخة الزيت وهي عشان متجمدة فمش هتفرق بقى الطريقة اللي انا هستخدمها يعني لو هي مش متجمدة انا مضطرة ان انا استخدم بخيخة الزيت ان هي هتكون اأمن طريقة مع ان هي تكون مش متجمدة بخيخة الزيت بس لو هي متجمدة يبقى هتستخدمه اي طريقة من اللي هوريها لكم دلوقتي طبعا الطبقة اللي عليها مش بتقع ولا حاجة لان هي متجمدة تماما اللي عملها من قبلها بكذا يوم بخيخة كريستال دي بقى مشكلتها ان هي ساعت ترش زيت حلوة قوي وساعت ما ترشش وساعت ترش في اي حتة تاني جير الحاجة اللي انا عايز ارش عليها فمستفزة بجد يعني بتفرسني كدهو تاني طريقة ان انتو تجيبوا بقى بولة فيها زيت كدهو او طبق وتبدأوا ان انتو تبطبوا بالفرشة او تمشوا بالفرشة على قطع البنية وبرده دي لازم لازم تكون قطعة البنية متجمدة وإلا كل الطبقة بتاعة البريدنج او الطبقة الكوت بتاع التدبيلة المنع الوش دي هتلاقوها واقعت على طول فلازم الطريقة بتاعة الفرشة دي تكون مع الفراخ وهي متجمدة تالت طريقة بقى ودي اللي هي انا بفضلها يعني اكتر شوية يعني اما هي اما البخاخة لو البخاخة ربنا هدية علي وهي ان انا اخد الزيت اه وابدأ ان انا يعني اطبطب عليه على القطع بتاعة الفراخ بايدي يعني زي ما انتو شايفين كدهو ان انا باخد الزيت على ايدي وابدأ ان انا امشي على قطع الفراخ بالروحة كدهو لو هي متجمدة مش ههمني بقى يعني همشي كده على القطعة مش هخاف بس انا ممكن استخدم الطريقة دي مع الفراخ وهي مش متجمدة بس بحرص جدا يعني هطبطب بالراحة خالص ولازم برضو تكون قعدت في الفريزر وريحت على الاقل نص ساعة عشان برضو ملاقيش ان الطبقة اللي عليها من على الوش دي كلها وقعت وبقت على الفراخ بس يعني بقت فراخ بالزيت يعني مش هتبقى بني خالص طبعا انا مسخنة القلية بعد ما رسيت الفراخ على ورق الزبدة هكمل التسويتها على نفس الحرارة العالية مش هقلل الحرارة هي مش متسخنة اربع دايق بس انا كنت ممسخنها قبل كده وبعد كده رجعت شغلت البرنامج من اوله بحب يعني اسوي الفريخ على الحرارة عالية عشان تاخد وقت يعني تستوي بسرعة ما تاخدش وقت طويل فما تلحش ان هي تنشف من جوه يعني هتستوي وتاخد لون من بره وهي لسه من جوه طرية وتقلقوش بتطلع مستوية ومرأة ما طلعت معين هي خالص بعد ما عدل 11 دقيقة طلعتها زي ما انتم شايفين هي تعتبر مستوية من فوق خلاص خالص وتعتبر هي استاوت من جوه بس حقلبها عشان خاطر تاخد لون من الناحية التانية وتكون الطبقة بتاعت الناحية التانية متماسكة وقت التسوية بيختلف حسب عدد القطع اللي انا بحطها وبرضو عدد القطع اللي بياخدها كمان بيختلف حسب حجم كل القطع فبرضو دي حاجة يعني انتم شايفينها دلوقتي اخدها تلات قطع بس هي عادي ممكن بتاخد اكتر من كده انا هدخلها دلوقتي تكمل تسوية ووريكم في مرة تانية انا كنت عاملة فريخ كانت اخدها اربع قطع حجمهم كان مختلف والتقطيع بتاعتهم كانت مختلفة كمان لو حابين ان انتم تعملوا دورين فوق بعض هتستخدموا عشان تسووا عدد قطع اكتر هتستخدموا الشبكة الستانلس دي وانا وضحتها في وصفات قبل كده زي وصفة البتنجين بس دلوقتي انا لما هكمل التسوية هي طبعا كمان كانت خلص خلصت ال 11 دقيقة بتوع برنامج البطاطس فانا بدأت البرنامج من اوله جديد هو مدته 15 دقيقة بس هي مش هتاخد ال 15 دقيقة عبار ما تستوي يعني هي هتكمل سوى قبل ال 15 دقيقة بكثير فانا هوريكم دلوقتي هتاخد وقت قد ايه عبار ما تكون استوت تماما ما تنسوش تعملوا لايك للوصفة عجبتكم وتفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم كمان اعملوا شير للوصفة من تحت الفيديو دلوقتي عدى 5 دقيق وباقي 10 دقيق من وقت البرنامج هنفتح ونشوف هي كده استوت تماما تماما حتى لو كنت سبتها 4 دقيق بس كده برضو هتبقى خلاص مستوية حلوة قوي بجد بتبقى طلعة مقرمشة من بره ومن جوة طرية جدا يعني عمري ما طلعتها الحمد لله يعني ولا ان هي تبقى رفيعة ولا سميكة لا عادي حتى لو رفيعة ما بتطلعش نشفة ابدا والسر في اني بخليها على حرارة عالية مع طبعا التدبيلة مع الطريقة كلها على بعضها كده خدوها على بعضها ويعملوها وهستنى رأيكم فيها في الكومنتات ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم واقترحتكم لو عايزين وصفات تانية اكتبوا لي في الكومنت وما تنسوش الاشتراك في القناة واشوفكم في فيديوهات كديدة على خير مستنين